مرحبا بكم في قناة تحفة يوب المسيرة السلمية المليونية التي فجأت كل المسؤولين الذين كانوا يظنون بأن الشعب في سباة طويل ولن يفطنوا منه أبدا إلا أن الخرجات الرائعة في المسيرة المليونية السلمية راوغتهم وأطاحت بالبعض منهم وفي انتدار الرحيل الجماع حاليا للجماعة أما بعض الوجه السياسية التي كانت تتحدى الشعب بالأمس ها هي اليوم تتودد وتحول سعطف الشعب بينهم أغلب الموالين للرئيس والذين انقلبوا عليه بعدما تبين لهم أن الرحيل لا بدل عنه بعد الهبة الشعبية العظيمة بينهم حتى بوشوارب ويحيى حداد وعمارغول وغيرهم الكثير الآن اعترف الكثير منهم أنه كان ينافق عندما كان يقول مثلا أن الرئيس قادر على المضي لترشح اعترف الكثير منهم أنهم كانوا يعرفون بأنه العكس وكانوا يدربون الشيطة بعبارة أوضح لشيء في أنفسهم يعرفه كل الجزائريين طبعا والخرج الأخير هي للوزير المبعد أحمد ويحيى الذي عاد لعبارة أتارت جدلا واسعا بل وبسببها تضعف عدد المشاركين في المسارات حينها عندما قال أن شعب الجزائري جد سعيد بترشح الرئيس خرج ليؤكد أنه كان مخطئا بل وكان يعرف بأن العكس تماما ما يدور في الشارع متحججا بالإلتزامة والديبلوماسية وكشف أخوه يحيى الذي ظهر بالأمس بقوله أن أخه معترف بخطائه وأن أفضل ما يمكن أن يفعله الآن أن يبتعد كليا عن الصحة السياسية حتى لا يزيد من الإحتقان كون المسارة في جميع الولايات كلها تحمل شعارة ضده وهو الذي أرهق المواطن خلال مسارته الوزارية هو شعب الجزائري بشعار أخطنة وكفان عنادا لأن المسارة حسب ما يدور حاليا مستمرة إلى أن ترحل الجماعة كلها ولا بديل عن ذلك المهم بإذن الله أن تمر على خير ويجب أن تظل سلمية فلنصر على الأبواب بإذن الله لا تنسى الضغطة على الزر الإعجاب إذا كنت مع التغيير السلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم والاشتراك في القناة وشكرا